إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أعلن الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف أن القوات الروسية ركزت جهودها على اختراق خطوط دفاعها في منطقة كوبيانسيك وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تعمل بطريقة فوضوية مشهيرا إلى عدم يوجود خسائر في صفوف القوات الأوكرانية وشدد على أن القوات الأوكرانية تستعد لصد الهجمات الروسية بمزيد من الدقة حيث تم وضع خطط لمواجهة القوات الروسية أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت أربع ضربات جوية وخمسة عشر هجوما صاروخيا استهدف معظمها البنية التحتية المدنية في العديد من المناطق والأقاليم مثل دنابرو بيتروفاسك ودونتسك وخيرسون في آخر 24 ساعة وفي بيان لها ذكرت الهيئة أن القوات الروسية أطلقت أيضاً النيران بمنظومات إطلاق صواريخ متعددة أكثر من خمسين مرة يزال تهديد بضربات صاروخية روسية مستمراً في جميع أنحاء أوكرانيا وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت ست ضربات على مجموعات تابعة للجيش الروسي ومعدات عسكرية بالإضافة إلى موقع واحد لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية وأسقطت وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية صاروخين كروز من نوع كاليبر بينما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مجموعة أفراد اتهمت موسكو الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تبرير أفعالها بتأجيج الأزمة الأوكرانية عبر مزاعمها بارتكاب روسيا جرائم ضد الإنسانية السفير الروسي لدى واشنطن ناتلي أنتونوف أكد أن واشنطن تقوم بتزويد كييف بالأسلحة التقيلة ومعلومات استخباراتية فضلا عن تدريب عسكريها مشيرا إلى تغاضي عن استخدام قوات كييف لدخيرة محضورة وقتلها عددا من الأسرى روس وغيرها من الفضائع وضف السفير الروسي أن مزاعم المسؤولين الأمريكيين باتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا ما هي إلى محاولة لشيطانة روسيا في إطار الحرب الهاجينة ضدها هذا وقد اعتبر الكراملن الولايات المتحدة محرضا رئيسيا على تأجيج التوتر الدولي لتغاضيها عن هجامات على القرم مشيرا إلى أن تصريحات صادرة منها عن شبه الجزيرة تبرز عمق الخلاف بين البلدين وانتقد المتحدث باسم الكراملن ديمتري بيسكوف تصريحات وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأمريكية فيكتوريا نولند والتي أكدت خلالها تأييد الولايات المتحدة لنزع سلاح شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014 أعلن وزير الجيوش الفرنسي سبستيان لو كورنو أن المضرعات الخفيفة من طراز EMX10 ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل وذلك في إطار وعد الرئيس الفرنسي بتسليم هذه المركبات القتالية المضرعة إلى أوكرانيا وأكد الوزير أن تدريب السائقين على هذه المركبات المضرعة على وشك الانتهاء وقال لكورنو أنه يجب الاستمرار في منح أوكرانيا الوسائل للدفاع عن نفسها وأكد أن هذا من مصلحة الأمن الجماعي في أوروبا كما هو في أفريقيا ترجمة نانسي قنقر